بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم بالجلسة الثانية وشنو كان عندكم اسئلة اللي سولفنا احنا بالجلسة الاولى قلنا طريقة حل هذا النوع من المعادلات عندي طريقتين طريقة الحذف وطريقة التعويض المعادلات عندي x زائد 2 y يساوي 6 وعندي x ناقص 3 y تساوي 1 اللي سولفنا بالجلسة الاولى مرة اعتمدت على تساوي x وقلت بالطرح ومرة ضربت المعادلة الاولى في 3 والمعادلة الثانية ضربتها في 2 صارت اشاراتهم مختلفة قلت بالجمع ومرتين بالتعويض مرة قلت x تساوي 6 ناقص 2 y اخذتها من 1 عوضتها في 2 ومرة قلت x تساوي 1 زائد 3 y اخذتها من 2 عوضتها في 1 ونعم اسراء شنو كان سؤالك استاذ المعادلة الثالثة اللي نطلعها نعم ونحن نعودها نعوضها بالمعادلة اللي عكس هي نعم يعني x تاخذنا منها نعم بعدين نطلعنا قيمة x أو y هاي نعوض دائما بالمعادلة رقم 3 بكيفتش دائما أعظم يعني ورما استخرجت قيمة x أو y أي معادلة تعجبني صحيحة يعني عوضها بواحد أو اثنيا أو المساعدة لكن أسهل تعويض رح يكون بالمعادلة المساعدة فدائما أنصحكم بأن تعوضون بالمعادلة المساعدة بعد اللي عنده سؤال إذا ننسى هذا السؤال قلنا يحل بي 6 طرق على الأقل خلينا نشوف إذا عندي سؤال آخر كتبولي رقم 2 x y تساوي سالب أربعة سالب ثلاثة x زائد y يساوي سالب 13 هس الأمور رح تختلف شوية المعادلة الأولى x y تساوي سالب أربعة هذه معادلة رقم 1 سالب ثلاثة x زائد y تساوي سالب 13 هذه معادلة رقم 2 هل يحل هذا النظام بالحذف؟ كلا هذا ما ينحل بالحذف ليش؟ لأن المعادلات اللي أخذناها قبل شوية كانت المعادلتين بيها كل معادلة بيها ثلاثة حدود x وحدة y وحدة ثابت وحدة فقدرت أن أخلي x جوه x والy جوه y والثابت جوه الثابت حتى أقدر أحلها بالحذف لكن هذا السؤال x y منه رح يكون جوه؟ إذن المعادلة الأولى بيها حديا فقط الحد الأول x y والحد الثاني سالب أربعة والمعادلة الثانية لا بيها ثلاثة حدود إذن طريقة الحذف ما تشتغل هيش نوع من المعادلات؟ طريقة الحذف ما تشتغل إذن لازم أحلها بطريقة التعويض يعني معناها طريقة التعويض أعام من طريقة الحذف كل الأسئلة حل بالتعويض ولكن مو كل الأسئلة حل بالحذف بس رح تقولون لا عديش دل ندرس الحذف خب علمنا بس التعويض ذكرنا فاليوم أنا ماذا أريد أعلمكم هذه المادة أنت تعرفوها إذن كل سلسلة الصاعدون هي عملية تذكير وليست عملية تعليم رح نبدأ في منهج السادس رح تكون عملية تعليم لا أنا أقولكم هنا لازم تعرفون طريقة الحذف والتعويض لأنه ويأسئلة طريقة الحذف هي أسهل من التعويض وممكن أنا أستفيد من الطريقتين للتحقيق أحيانا بعض الطلاب من دي يجي يحل بالامتحان يبقى قلبه يلعب يقول أخاف وقعت عندي إشارة بالطريق أخاف الحل ماتي خطأ فش النصحة؟ نقول له أنت حل بطريقة بالدفتر وحل بطريقة ثانية على مسود إذا طابقت النتائج يعني اطمئن الحلماتك صحيح زين هس رح أحل بطريقة التعويض رح أستخرج معادلة مساعدة وهذه المعادلة المساعدة عجبني أستخرجها من رقم ثانية استاذ بس سؤال قبل ما تحل نعم أكس أريد أسويها X تساوي سالب أربعة على Y يعني معناها X زائد أربعة على Y يساوي صفر على موضع تقولين أخلي الأكس جوه الأكس والY جوه والثابت جوه الثابت نعم يصير نعم يصير يعني هذه يسموها طريقة الحذف ولكن بعد التحوير يصير ورح نيجي نناقش بعد شوية أكو أكثر من طريقة لحل السؤال ولكن هذه الطرق ممطروقة يعني استخدامها مو شائع فأقول بالامتحان الوزاري يفضل الابتعاد عنها صحيح أنت كلام الصحيح جدا بأن هنا ش رح يصير عندي هنا رح يصير عندي X ورح يصير زائد أربعة على Y يساوي صفر ولكن وين المشاكل اللي رح أصاد فيها هنا لازم أضرب المعادلة الثانية بعد أضربها فيه سالب ثلاثة وأضربها فيه ثلاثة وأقول بتجمع ومن رح أقول بتجمع الواي ويت جواها أحتاج توحيد مقامات وتوحيد مقامات احتمارية القطأ تكون بواردة فأقول هذه الطريقة صحيحة ولكن بيها مخاطر تماما أستاذ فيفضل الابتعاد عنها ولكن علميا نعم الطريقة صحيحة زياني هسا ش رح أسوي رح أستخرج معادلة مساعدة رح أقول Y تساوي ش رح أصير سالب ثلاثة X تعبر للطرف الآخر صارت ثلاثة X وسالب ثلاثة X بقد على وضعها إذن هذه معادلة رقم ثلاثة من أخذتها معادلة رقم ثلاثة أخذتها من اثنيا إذن رح أعوضها في واحد ومكان ال-Y رح أعوض ثلاثة X ناقص 13 يعني ش رح يصير عندي ال-X رح تنزل ومكان ال-Y رح أصير ثلاثة X ناقص 13 يساوي سالب أربعة الأخطاء اللي ده يوقع بيها الطالب من ده يوصل إلى هنا ده يقول لي أما X تساوي سالب أربعة أو ثلاثة X ناقص 13 يساوي سالب أربعة إذن هذا الطالب يستحق صفر بجدارة الأخطاء بالامتحان الوزاري تقسم إلى قسميا قسم أسميه خطأ مطبعي والقسم الآخر أسميه خطأ علمي الخطأ العلمي نرفز المصحح يعني أحياناً الطالب أربعة في أربعة ده يكتبه ثمانية وده يبقى يشتغل على الثمانية هذا النوع من الأخطاء أسميه أخطاء مطبعية ما أتوقع أكو طالب بالعراق بالعالم ما يعرف أربعة في أربعة هذا من كتبه يساوي ثمانية أقول استعجل فهذا يعتبر خطأ مطبعي والخطأ المطبعي أحاسب عليها درجة وحدة والخطأ يحاسب عليها الطالب مرة وحدة فقط إن شاء الله فاديوم أعرض عليكم نماذج من الحلول الأجوبة النموذجية ورح يشوفون في كل جواب نموذجي بالصفحة الأولى يكتبون ملاحظة الخطأ يحاسب عليها الطالب مرة واحدة فقط يعني طالب في بداية الحل كتب أربعة في أربعة ثمانية وبعدها نشتغل كلها على الثمانية الخطوات ماتة كلها غلط ولكن تجي ثمانية من عشرة تجي تسعة من عشرة لأنه على الثمانية مشتغل صح هذا يسموه خطأ مطبعي لكن الطالب من يقول لي أما X تساوي سالب أربعة أو 3X ناقص 13 يساوي سالب أربعة هذا يعتبر خطأ علمي وقلنا الخطأ العلمي نرفز المصحح ويكون الحساب عليه حسابا عسيرة يعني يجوز نصف الدرجة تروح على هذا الخطأ والوراء كله إذا مو كل الدرجة تروح فتعلمنا إحنا بالجزء السابق بأن هنا لحل يشنوع من المعادلات ما أقدر أقول أما أو إلا إذا كان الطرف الأيمن يساوي صفر إذن إش رح يصير عندي هسة رح أقول يؤدي إلى X رح أوزها على القوس رح يصير 3X تربيع ناقص 13X تساوي سالب أربعة واتفقنا لا يمكن حل المعادلة من الدرجة فوق الأولى إلا إذا تصفر وترتب ثم تحلل السالب أربعة حوله إلى الطرف الآخر يعني رح يصير 3X تربيع ناقص 13X زائد أربعة يساوي صفر هسة صارت عندي معادلة من الدرجة الثانية وهذه المعادلة تحل بالتجربة وإحنا بالجزء السابق هو يسالفنا على التجربة وقلنا إذا معرفت أحل بالتجربة ممكن أحل دستور ممكن أحل إكمال مربع ولكن أنا أول ما أفكر بالتجربة بأن طريقة التحليل بالتجربة رح أجي أفتح قوسيا يساوي صفر 3X تربيع بلله ما تقبل غلط 3X تربيع هذه جاي من 3X بX إشارة أحد القوسيا هي حاصل ضرب إشارتي الحدين الأول والثاني إشارة أحد القوسيا موجب فيه سالب سالب على أن تكون إشارة القوس الثاني هي حاصل ضرب إشارتي الحد الثاني مع الثالث إذن سالب فيه موجب هو سالب زيان الأربعة من مين جاي الأربعة لو جاي من أربعة في واحد من أجي أتجرب الأربعة في واحد حاصل ضرب الوسطين زائد الطرفين ما يطلع عندي الحد الأوسط إذن أربعة في واحد غلط زيان يجي طالب يقول احتمال اثنين في اثنين حاصل ضرب الوسطين زائد حاصل ضرب الطرفين رح يطلع عندي سالب ثمانية أكس إذن هذا الاحتمال أيضا غلط زيان إذا أردت أقول واحد في أربعة حسن سالب أكس وسالب اثنعاش أكس هذا سالب تلتعاش أكس إذن هذا هو الصحة ومن اسمه هي تجربة يعني أجرب أكثر من طريق واحد لما أوصل للطريق الصحيح بعد التحقق حسن حاصل ضرب قوسين يساوي صفر يعني معناها رح يصير عندي أي ذر ثلاثة أكس ناقص واحد تساوي صفر يعني معناها ثلاثة أكس تساوي واحد يعني معناها الأكس تساوي واحد على ثلاثة إذن هذا الاحتمال الأول أو شنو أكس ناقص أربعة تساوي صفر يعني معناها الأكس تساوي أربعة بعض الطلاب لهنا ويقول لي خلاص انتهى الحل أنا داريت أستخرج الأكس والواي كل قيمة أكس رح تستخرج أعوضها في إحدى المعادلات حتى أستخرج الواي مالتها وأسهل تعويض اللي أنصحكم بي رح أعوض بالمعادلة المساعدة إذن هنا شرح أقول رح أقول إن ثري إذا كانت الأكس تساوي واحد على ثلاثة يعني معناها شرح أصير عندي رح أصير واي تساوي ثلاثة في واحد على ثلاثة ناقص ثلاثة يعني معناها واحد ناقص ثلاثة اللي هو سالب اثناش ومن الأكس تساوي أربعة رح أصير الواي تساوي ثلاثة في أربعة ناقص ثلاثة يعني معناها رح يصير اثناش ناقص ثلاثة ويساوي سالب واحد خلاص أنا أريد مقابيل كل أكس الواي مالتها من الأكس تساوي ثلاث الواي مالتها سالب اثناش ومن الأكس تساوي أربعة الواي مالتها سالب واحد يجي طالبي يقول أريد أطمئن شلون الحل ماتي صحيح أعوض أعوض مكان الأكس تلث ومكان الواي سالب اثناش رح يطلع لي سالب أربعة إذا هنا وإذا هنا رح يطلع لي سالب ثلاثة ومرة رح أعوض مكان الأكس أربعة والواي مالتها سالب واحد بالحالة الأولى رح يطلع لي الجواب سالب أربعة وبالحالة الثانية رح يطلع لي الجواب سالب ثلاثة زين الطريقة الثانية لحل السؤال إذا هذه طريقة الأولى يفترض افتهمتوها رح أتركها واجب عليكم وإذا عدتكم سؤال إذا رح أسمع الأسئلة مالتكم وإحنا رح يكون أسلوب عملنا حتى من نبدي إن شاء الله في منهج السادس المثال اللي أشرحه مالتكم تكتبوه المثال اللي أشرحه فقط تنتبهون علي على طريقة الشرح وتكتبوه لي جواب النهائي فقط ماتها على مد بعض المحاضرة تحلوه أنتو ولا بأس بين سولة سكرين على مد تتأكدون من صحة الحل ماته ولكن المثال الوراء رح يكون نفس الفكرة لا رح نحل سوى حتى نتعلم لأن إحنا مثل ما قدنا لكم الرياضيات هي فهم زائد ممارسة تنتبهون علي أثناء الحل ماتي حتى توصلون إلى مرحلة الفهم وبعدين رح أخليكم تحلون بيدياكم حتى توصلون إلى مرحلة الممارسة فالطالب اللي رح يجمع الفهم زائد الممارسة ياخد مية بالوزارة لكن الأكوهوية طلاب مفتهمين لكن ما يعرف يكتب أقول له أنت واصل إلى مرحلة الفهم لكن ما عندك ممارسة أكو طالب يعرف يكتب ولكن القلم يوقف فيديا أنت تعرف تكتب تعرف تلزم القلم لكن مفاهم لذلك برح تعرف تحل شنو عدكم مشاكل ستفضلوا سؤلوا قبل ما نحل السؤال بطريق آخر نعم آية حيدا أستاذ إحنا سطلعنا احتماليا الـ X و Y نعم أكو احتمال إنه إذا عوضنا X و Y بالمعادلة يطلع ناتج يختلف عن تعويض X و Y نعم نعم سؤال جيد جدا أكو حلول طبعا الحال بالرياضيات يسموه جذر حلول المعادلة يعني جذور المعادلة بعض الجذور أو الحلول لا تحقق هذه المعادلة هذه تسمى بالجذور الطارئة هذا النوع من الأسئلة ما تطلع بجذور طارئة بش وقت تطلع جذور طارئة رح نشوفها بالسؤال الثالث من تكون المعادلة تربيعية يعني من يكون بيها تربيع بيها X تربيع بيها Y تربيع هذه رح تطلع بيها جذور طارئة ف رح تكون النصيحة لكم من نعوض بالمعادلة رقم 3 ما رح تطلع جذور طارئة لكن من نعوض بالمعادلة اللي بيها تربيع ممكن تطلع جدور طارئ فنصيحتي أقولكم دائما عوضوا بالمعادلة رقم 3 حتى ما يصر عندي كل مشكلة استاذ يعني إذا كانت المعادلة من الدرجة الأولى نطمئن أنه ما رح يطلع خلال ما رح تطلع جدور طارئ نهائيا نعم تمام استاذ بعد اللي عنده سؤال زيان هس قلنا هذه الطريقة واجب عليكم أريد هس هنا انحل السؤال طريقتين أخرى من رح عيد كتابة السؤال كتبوا إياي السؤال مرة ثانية x y تساوي سالب أربعة هذه معادلة رقم واحد والسالب ثلاثة x زائد y تساوي سالب ثلاثة x هذه معادلة رقم ثين هس اللي أريد منكم أستخرج معادلة مساعدة من المعادلة رقم واحد ولكن مرة أقول x تساوي سالب أربعة على y هذه المعادلة رقم ثلاثة ومرة أخرى أقول y تساوي سالب أربعة على x هذه معادلة رقم ثلاثة يعني رح نحلها بعد بطريقة اضافية هذه المعادلة المساعدة ما طول أخذتها من رقم واحد رح نعوضها برقم ثنية هسا الطريقة الأولى هذه الطريقة أريد واحد من البنين يحل لنا السؤال التكملة والطريقة الثانية رح يكون للبنات تردون أعطيكم فدمجال شوية تحلون لو نبدأ شرح عليه بشكل مباشر يلا سجد سجد العمار سأذن نقول أكتش ساوي سالب أربعة على هواي نعم وين رح عوضها هذه سأذن نعوضها بالمعادلة الثانية إذن هنا رح عوضها بالمعادلة رقم اثنين هسا إنتوا تكتبونوا إيانا هسا أريد منعتكم بعد روحوا الدفاتركم فقط استمعوا للحج اللي رح نحجي وأريد تحاولون تحلون قبلي إذا صار عدكم مشكلة هتبعون على الشاشة صلحون الإشكال ما لكم نعم سالب ثلاثة في في سالب أربعة على هواي إذن سالب ثلاثة في سالب أربعة على هواي زائد هواي تساوي سالب تلتعش جيد سالب ثلاثة سالب ثلاثة في سالب أربعة سالب أربعة إذن رح يصير اثنعش على هواي زائد هواي يساوي سالب تلتعش خلينا نتوقف هنا في سالب ثانية أتوقع بعضكم هسه من دا تكتبون قبلي هذا السالب ثلاثة من ضربها بالقوز سووها اثنعش على سالب ثلاثة وهذا خطأ هذه سالب ثلاثة معناها سالب ثلاثة على واحد يعني رح أضرب البسط في البسط ورح أضرب المقام في المقام إذن ما طول دا تحلون السيئة انتوا قبلي أتوقع رح أصير عدكم بعض الأخطاء الأخطاء اللي رح أصير عدكم أنا اللي أريده منكم لو جايبين وياكم أقلام في سفورية الخطأ اللي سير عدكم صبغوه من يمكم حتى بعد المحاضرة تراجعوه وتعرفون صار عدكم خطأ وتم تصحيحها إذن كمل سجاد ساذ فيش حالة ما نقدر نساوي المقامات ولا نقدر سنجبه ما طول عندي معادلة بيها مقامات ميش رح أسوي ساذ نقدر نساوي مقامات ما نقدر نساوي مقامات ما توقع هنا رح أضرب المعادلة كلها بالمقام سؤال احنا منحلينا المعادلات من الدرجة الثانية وقلنا هنا أحد الأسئلة اللي حليناها بالجزء السابق بأن هنا نضرب المعادلة كلها في وي نعم نعم ميش رح أصير هنا سجاة ساذ اصير اثناش زائد اثنين واي لا لا واي تربيع عافية واي تربيع نعم يساوي سارب تلتعاش واي يساوي سارب تلتعاش واي خشحة مزين ميش رح أصوي ساذ نحاول استاذ نحاول تلتعاش واي لجه السمي جيد يعني رح أصير الطريقي رح أرتب يعني رح أصير واي تربيع بعد واي تربيع زائد تلتعاش واي زائد تلتعاش واي نعم زائد اثناش تلتعاش يساوي صفر هسه أريد أحل بالتجربة مين جاي هذي استاذ صيب واي في واي هذا واي تربيع واي بواي الإشارات ثلتعين زائد إذن موجب موجب الثناعش مين جاي حتى تطلع لي ثلتعاش نشوف نجاب نستخدم الأربعة والثلاثة الأربعة بالثلاثة أصير سبعة ما ترهم ستة بثلين مجموحهم ثمانية ما ترهم نستخدم بعد شو بقه بقه اثناعش واي ايش اثناعش واي واي صار ثلتعاش واي زين أكو شي يهمل بي لا سا نكمل لا اكو شي يهمل بعض الطلاب يكتب لي يهمل نقول لي نقول لي إذا مجموح مربعين يهمل يعني لو طلعت لي تربيع زائد واحد ههمل لكن المجموح واحدة ما يهمل زين أما شنو هس ستة أما واي ساوي سالب اثناعش جيد أو أو واي ساوي سالب واحد واي ساوي سالب واحد كل واي وين رح عوضها رح عوضها بالمعادلة المساعدة إذن هنا رح عجي أقول ان ثري اثنين 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 رح تعوض بالمعادلة ساوي سالب 4 على سالب 12 جيد إذن رح يصير سالب 4 على سالب 12 يعني معناها رح يصير 1 على 3 ومن الواي تساوي سالب 1 سالب 4 على سالب 1 تصير معناها 4 إذن معناها رح يصير عندي 4 إذن هو نفس الحل اللي استخرجنا قبل شوية ولكن هنا صار عندي تقديمه تأخير إذن هنا من الواي سالب واحد طلعت عندي الأكسية أربعة ومن الواي سالب اثنائش طلع عندي هنا الأكس تساوي ثلث إذن هنا هذه الطريقة الأولى عاش يدك سجاد الطريقة الثانية بنات الطريقة الثانية يا الله قلنا البنات حلوان نساعدكم الباقين يا الله طيف أستاذ نعوض الواي سالب أربعة سالب أربعة لأكس في المعادلة الثانية إذن هنا راح يجيعوض بالمعادلة الثانية ش راح يصير عندي رايصير سالب ثلاثة أكس زائد سالب أربعة على أكس إذن راح يصير سالب ثلاثة أكس زائد زائد سالب أربعة على أكس يساوي سالب تلات عشر يساوي سالب تلات عشر خوش حجي نتخلص من أكس بالمقام نحن نضرب المعادلة كلها في أكس إذن أضرب المعادلة كلها في أكس إذن ش راح يصير سالب ثلاثة أكس تربيع خوش حجي زائد بين قوسين سالب أربعة معا ماكو داعي أقوى سموجة في سالب راح يصير سالب سالب أربعة سالب أربعة يساوي سالب ثلاثة أكس سالب ثلاثة أكس مزين بعد نتخلص بالمعادلة يعني شو سير نحول ثلاثة أكس للطرف الثاني فيصير ثلاثة أكس تربية نعم ناقص ثلاثة أكس نعم زائد أربعة زائد أربعة يساوي صفر صفر هذه راحلة بالتجربة نفتح قوسيا فيصير ثلاثة أكس ناقص واحد إذن ثلاثة أكس ناقص واحد وبعد و أكس ناقص أربعة زائد شو نعرف الحل ما أنت صحيح يعني نقدر وراء منطلع الأكس نعوضها في المعادلة لا 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 شو نعرف التجربة صحيحة تجربة سيسمع أي واحد أكس فيصير أكس سالب أكس نعم وسالب أثناش أكس هو سالب تلتعاش أكس سالب تلتعاش أكس زين صار عندي قوسيا تساوي صفر معناها شنو معناها تحصير قيمتها للأكس نعم بطصير ثلاثة يساوي واحد يعني واحد على ثلاثة إذن معناها ثلاثة أكس ناقص واحد تساوي صفر يعني ثلاثة أكس تساوي واحد يعني معناها الأكس تساوي شنو الأكس تساوي واحد على ثلاثة زين أو سالب أكس تساوي أربعة أكس تساوي أربعة زين إذا كل قيمة أكس أريد أعوضها بالمعادلة المساعدة يعني هنا إذا ردك أقولي هنا أنا ثري يعني ش رح يصير عندي الواي أهم ينتصر قيمتين في أيضا الواي رح يصير ضاع وضن الواحد على ثلاثة يصير أربعة سالب أربعة يعني رح يصير سالب أربعة على واحد على ثلاثة من أقل بالقسمة إلى أربعة يعني سالب أربعة في ثلاثة اللي هو سالب أربعة ومن الأكس يساوي أربعة سالب واحد إذن هنا أيضا رح أقول أن ثري ومعناها قيمة الواي رح يصير سالب أربعة على أربعة اللي هو سالب واحد إذن صار عندي هسة أكثر من طريقة لحل السؤال المعادلة المساعدة ممكن أخذها من اثنيا لو أقول واي تساوي وعوضها في واحد لو أقول أكس تساوي والأكس تساوي بها صعوبة لأن لازم أقسم على سالب ثلاثة لو المعادلة المساعدة أخذها من واحد أقول أكس تساوي سالب أربعة على واي وعوضها في اثنيا لو أقول واي تساوي سالب أربعة على أكس وعوضها في اثنيا أكو طرق أخرى لحل السؤال لكن شنون الطريقة اللي ذكرتها إحدى طالبات قبل شوية تقول أنا أقدر أحلها بالحدث ولكن هنا الحل سيكون لا يخلو من مشاكل عملية توحيد مقامات أكو طريقة أخرى لحل السؤال يعني أنا من عندي المعادلة الأولى هي XY تساوي سالب أربعة وعندي المعادلة الثانية هي سالب ثلاثة X زائد Y يساوي سالب ثلاث عشر هاي المعادلة رقم ثانيا الطالب شو يقول يقول يعجبني أضرب المعادلة الثانية في X معادلة الثانية أريد أضربها في X شوف هاي الطريقة الأولى يعني ش رح يصير هنا سالب ثلاثة X تربعة زائد X Y تساوي سالب ثلاث عشر X أقول له ليش دس سوي هي يقول مؤاني عندي الXY تساوي سالب أربعة أريد أستفيد منها يعني رح يصير سالب ثلاثة X تربعة ناقص أربعة تساوي سالب ثلاث عشر X وبعدين رح يصفر المعادلة يعني رح يصير ثلاثة X تربعة ناقص ثلاث عشر X ناقص أربعة أو زائد أربعة يساوي صفر وهم رح أحل بالتجربة نفس الشي يجي طالب آخر يقول لا أنا يعجبني المعادلة الثانية أضربها في Y يعني ش رح أصير هنا رح أصير سالب ثلاثة X زائد Y تربعة يساوي سالب ثلاث عشر أقول ليش يقول أريد أستفيد من هذه X Y قيمتها سالب أربعة يعني رح أصير عندي سالب ثلاثة في سالب أربعة اثناش زائد Y تربعة يساوي سالب ثلاث عشر وي ورح أصفر المعادلة Y تربعة زائد ثلاث عشر Y زائد اثناش يساوي صفر وأيضا رح أحل بالتجربة لكن هذه الطريقتين مع الطريقة اللي عرضتها إحدى طالبات قبل شوية هذه سموها طرق ما مشهورة ما مستخدمة هواية استخدامها كل شنادر لذلك أنصح الابتعاد عنها رغم صحتها وتنقبل وزاريا مو ما تنقبل لكن هنا ما أنصح بيها فالطرق اللي ناقشناها قبل شوية هي الطرق المعتمدة وتختارون أي طريقة تعجبكم في حل السؤال منو عنده مداخلة عن هذا الحجي لحد الآن نعم فاطمة فؤاد استاذ لس هاي ذي جسة قاتل إذنية على جدور المعادلة ما فهمتها هذه حسة منو رح ناخذ المثال الثالث رح أجي أفصلها بشكل دقيق بالمثال الثالث نعم بعض منو عنده إشكال منو عنده مداخلة زين هسا هاي الطريقة الثانية اللي سولنا بيها هسا أريد تكتبوا لي هذا السؤال رقم ثلاثة تسعة أكس تربيع ناقص أربعة وي تربيع يساوي ثيان وثلاثين وأطنعش أكس وي تساوي سالب أربعة وعشرين كتبوا لي جواه هذا النوع من الأسئلة يفضل تجنب استخراج المعادلة المساعدة من المعادلة التربيعية لوجود مشاكل في التعويض هذه المشاكل أقصد بيها ظهور جذور طارئة لازم أعوضها وأتأكد منها ما تحقق المعادلة وأقول عليها تهما زين فأني ليش أدخل نفسي بهالمشاكل هذه قبل شوية من كان عندي أكس زائد 2Y تساوي 6 سالب 3Y زائد X تساوي 1 ما عندي بها تربيعية فهذه نهائيا ما بها مشاكل ويستحيل ظهور جذور طارئة المعادلة المساعدة أأخذها من 1 وعوضها ب2 أأخذها من 2 وعوضها في 1 بكيفي أريد أحلها بالحذف أريد أحلها بالتعويض بكيفي إذن ما رح تطلع جذور طارئة ولا أتوقع ظهور مشاكل زين السؤال الآخر اللي أخذنا XY تساوي سالب 4 وسالب 3X زائد Y تساوي سالب 13 ما عندي ما عندي تربيع لا على X ولا على Y إذن احتمالية ظهور جذور طارئة أيضا مستحيل فأريد أحلها بالتعويض أستخرج معادلة مساعدة من 1 عوضها ب2 أخذها من 2 عوضها في 1 بكيفي إذن ما رح تظهر عندي جذور طارئة وكلها تحقق ولكن عند ظهور تربيع عند وجود تربيع بالمعادلات فهنا أقولكم لد تستخرجون معادلة مساعدة من المعادلة التربيعية منهائيا ليش إذا يصير لو ما يصير أقولكم يصير ولكن إذا استخرجتم معادلة مساعدة وتعوضوها لازم كل حل من الحلول يطلع لكم تعوضوه بالمعادلة والشوفول تحقق تقبلوه والما يحقق تكتبون عليهم شير لكم بهال دوقة الراس بالمعادلة نعم لازم نجو بالمعادلة لا 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 مدن جذر ليش لأن أريد تكتبولي فت ملاحظة مهمة هس كتبولي ملاحظة كلش مهمة جذر أكستر تربيع زائد أريد أجذر الطرفين على موت أتخلص من التربيع أقول لك لا ما يصير ما تفيدك هذه لأن الجذور ما رح تتوزع على الطرح بس تقدر تعدها ستاعدها ما تفهم تكلش ما تقدر تجذر الطرفين ما طول كبينات الطرح ما طول كبينات الطرح ما تقدر تأخذ جذر الطرفين يعني هس هنا إذا أردت أقول لك X تربيع مثلا زائد 9 ما يصير تقول لي X زائد 3 تساوي 5 ما يصير هذا خطأ نعم تجذر هذا وتجذر هذا وتقول لي جذر أكثر بيع زائد 9 يصير X زائد 3 لا ما يصير خطأ طب بس ذكرت ممكن نحن تنساوي لا لا متوحم ما يستطع إذا 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 الجلسة خلصت أوكي الجلسة خلصت رح أتزلكم الرابط بشكل مباشر بدون استراحة ورح نجي نناقش إذا جذرنا الطرفين شنو اللي ممكن يصير إذا هنا مباشرة أتزلكم الرابط بدون استراحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر